اشتركوا في القناة تفكير متواصل تفكير متواصل ولكن بتختلف طرق التفكير او التفكير في ايه بالزبط على حسب بعض التوقتات ووضح لك ده جدا دلوقتي لكن كمان بيزداد بالنسبة لك طاقة انتظار في عدة امور طيب خلينا ان احنا نتكلم على حاجة كتير مهمة الشمس اللي موقعه في برج الحود ده يخليني ان انا اقول لك ان انت منتظر خبر صار يخصها احد من الاولاد او منتظر مولود او منتظر حاجة لها علاقة به رجوع الماضي بالنسبة لك يعني رجوع حبيب بالنسبة لك منتظر بالنسبة لك ان يحصل فيه حاجة لها علاقة به مركز قوي يحصل عليه احد الاولاد او مصالحات عائلية ما بين الاب والام او تحقيق رغبة ما بين الاب والام فاذا ده شكل الاجواء اللي انت بتفكر فيها جدا ومنتظر الكتير منها فاذا دي تعتبر من النقاط الاولى النقطة التانية لما اجيكلم مثلا على الوضع المهني فانت منتظر كتير من هدوء لبعض المشاكل في النطاق المهني انت عندك مشاكل في النطاق المهني اه اول تسع ايام اول تسع ايام مش مشاكل هي عكوسات يعني ايه يعني فكر متضارب يعني حاجة قلقاك يعني انت قلقان من تصرف يعني انا بعمل خطوة بس مش عارف هي صحة ولا غلط بتسأل نفسك كتير بتحاول تستعين ببعض الشخصيات بالنسبة لك عندك مشكلة بس انت حاسس ان انا عارف فكرة لابقى عندك مشكلة انت عارف وجهة نظرك انها سهلة او عارف عارف اخرها ايه بس انا من جوايا قلقان طب ليه مش عارف مش عارف اتصرف حاسس ان انا عاجز على حل المشكلة دي فاذا عندك الاجواء دي وتفكير كبير جدا 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 ليه علاقة بالنقطة دي ان فيه مشكلة في الاطار المهني او في مشروع او حاجة ليه علاقة باستصمار بس انت عندك الوقت انا حاسس بقلق كتير لان انا حاسس ان مش عارف احلها مع اني عارف انها سهلة او عارف خطواتها حاسس ان انت تايا شوية هنا فيه معاكسة هنا فيه عراقيل فيه حاجة من خليك مش عارف تاخد الخطوة او ان انت الان انك تاخد الخطوة تطلع معاكسة او تطلع مش هي الصح فدي حاجة شقلبة في النفوخ جدا جدا اول تسع ايام طب بعد تسع ايام او بعد اليوم يعني التسع بالنسبة لك بيحصل ان المشاكل دي بتاخد هدوء حلول الدنيا بتبقى لطيفة بيحصل فيه انسجام او اجواء بتبقى اقدر اقول يعني فيه لطف بيحصل الى ان بيصل الى الاسبوع الاخير بيحصل ان انت فيه حاجة بتبقى بالنسبة لك بتخليك متوتر تاني او بيحصل فيه قلق يمكن يكون على امر صحي او مشكلة بتنشأ ما بينك وما بين احد الاصدقاء فبتحس ان دي نوع من انواع المعاكسة او المشكلة فبتبدأ ان انت بتبقى عايز تصلح العلاقة او علاقات مقفولة انت بتبقى عايز تكسر القفلة دي عشان تقرب للعلاقات دي مرة تاني او يحصل فيه توصيد في العلاقات او تصالحات ما بينك وما بين اشخاص فاذا ده بيكون موجود بالنسبة لك خلال الاسبوع الاخير شفت الوضع المعني بالنسبة لك ماشي ازاي وما بين الاصدقاء في العمل عاملة ازاي يعني دي قصة بالنسبة لك خلال الوضع المعني طبعا بتأثير حركة كوكب عطار لانه هيكون مختلف وكمان خلال الاسبوع الاخير هيبقى الشمس موقعها او اخر 10 ايام الاسبوع الاخير يبقى موقعها في برج الحمل بالنسبة لك ده برضو شوية مش حاجة لطيفة يعني فيها نوع من انواع التهور هيحصل يعني او لغباطة وبعض العقبات وامور صحية طيب ده بالنسبة لنقطة التانية اما بالنسبة لنقطة اللي بعد كده انت منتظر كتير ان انت زي ما منتظر خروج من مشكلة وخروج من ازمة صحية خلال الاسبوع الاخير وخلال الاسبوع الاخير خروج من ازمة لها علاقة بيه علاقات ان انت يحصل فيه توطير علاقات بدل خصام لكن كمان انت عندك فيه خلال الوضع العاطفي انت منتظر كتير ان يحصل تحسن في الاجواء العاطفية وتواصل مع الحبيب خاصة اول خمس ايام بعد يوم خمسة بيبدأ بالنسبة لك ان انت بيبقى عارف فكرة اللي هو انا عايز استقر عايز ان يبقى في حب عايز يبقى في جواز عايز ارجع للحبيب ده جدا عايز ان انا اوضح وجهة نظري للحبيب عايز اقوله ان انا بحبك جدا عايز اقوله ان انا ما سبتكش من فراغ او ما سبتكش بسببي او لأ كان الظروف خرجع عايز توضح سبب عايز توضح وجهة نظر عايز ترجع للحبيب عايز ان انت تعمل علاقة وطيدة مع الحبيب اكثر لو انت مرتبطين عايز ان انت تحب وتتحب لو انت مش مرتبط حسس ان الوقت بيسرقك فبالتالي انا عايز اعيش حياة مستقرة عاطفية ده انت بتفكر فيه جدا فاذا انت بتفكر كتير فيه ان انت تصلح ازمات عاطفية ويبقى فيه بدايات عاطفية وان يبقى يحصل فيه توضيح لرؤى معينة او وضوح لبعض الامور اللي انت شايف ان انت غلط فيها بغير زنبا فده بالنسبة ليه النقطة العاطفية جدا كمان من الامور اللي انت منتظر كتير ان انت تعرفها تعرفها ان الشخص اللي انت بتحبه الشخص اللي انت بتحبه انت عايز تعرف هو بيحبك بقدر عامل ازاي عايز تعرف ان فيه شخص من الماضي ما زال بيحبك ولا لا منتظر تعرف ان هو باقي عليك ولا لا منتظر تعرف ان الحبيب هو هل عنده طرف ثالث وهو ممكن يكون حاطتني وضع مقارنة ما بينه وما بين الاخر ولا لا فاذا انت عندك مليون سؤال انت بتسأله لنفسك ليه علاقة بالحبيب ليه علاقة بحبيبك بالشخص اللي انت عايز تدخله حياتك او تكمل معه حياتك لان انت عندك وجهة قلق شوية منه النقطة التانية برج العرب من اكتر الامور كمان اللي انت بتفكر فيها جدا لو انا هقولك على برضو النقطة اللي انت بتفكر فيها كمان لو في الامر برضو المعني انت بتدور كتير على انك تنجح او ان انت تبقى على قد طاقة القلق الموجودة اللي هتبقى موجودة اول تسع ايام فخلال الاسبوع التاني بتسعى كتير الى تحقيق نجاح الى تحقيق اسم الى تحقيق حاجة متميزة الكل يشاور يقول فلان لا ده متميز جدا فلان لا ده شاطر كتير في شغله بتحاول ان انت تصل الى ترقية الى منصب الى شهادة تقدير الى تكريم الى ان انت يبقى عندك فيه مكافأة تحصل عليها او مركز قيم يعني ممكن تكون ترقية او مركز قيم في مكانة معينة يعني ممكن تكون بتحضر مثلا رسالة فبتحاول ان انت تصل الى الدكتور فعندك مراحل سعي انت عايز ان انت تصل اليها وبالفعل انت يعني النقطة دي فيها طاقة انتظار عالية جدا ولكن بتقدر تصل الى جزئية هيلة جدا جدا خلال الاسبوع التاني والاسبوع التالت فاذا النقطة دي بالنسبة لك برضو موجودة جدا يا برج العرب اللي هو التموح او ان انت بتسعى الى طموح عالي او نجاح مهني ومنتظر بالفعل النجاح او تأثير النجاح او النتيجة اللي انت المرغوب فيها برج العرب من اكتر الامور كمان اللي انت منتظرها في الوضع الصحي زي ما قلت لك ان الوضع الصحي بنسبة لك خلال الاسبوع الاخير او من بعد يوم عشرين الوضع الصحي بنسبة لك هو متقلب صراحة يعني في بعض الضغوط الصحية سواء لك او لحد من المقربين لك الى ان هيكون برضو فيت شوية توطر لها علاقة بانك مش راضي عن نفسك مش راضي عن نفسك فانت بتحاول كتير اللي هو لأ انا عايز اتخذ بعض النقاط والاساليم اللي تخليني اكون راضي عن نفسي اكتر اللي تخليني ان انا اكون احب نفسي اكتر اللي تخليني ان انا احس لأ انا ليا قيمة يعني هتبدأ على فكرة انت في خلال الاسبوع الاخير وبتفكر كتير في ده اللي هو انا عايز اخص عايز ان انا ادخن عايز ازبط بشريتي عايز اعمل مش عارف تقويم عايز اعمل مش عارف ايه فانت بتدور كتير على عندك اهتمامات بالمظهر جدا جدا لتعزيز الثقة بالنفس لتعزيز المناعة النفسية فانت بتدور على ده جدا جدا وبالفعل انت بتقدر ان انت تصل برضو الى ما تريد فده برضو ليه علاقة بالشأن الصحة النفسية يعني الصحة الجسدية عليها علاقة بي ان انا اظبط صحتي ان انا هتم بصحتي الشؤون الخاصة بنظام الغذاء المشروبات او انا ممكن اقول لكم نصيحة مبلاش احنا ناكل من حد او نشرب شرب من حد مش عالف فاهميني او مش ضروري بقى وضحه لكم اوجه لكم اكتر منك مش هحط لكم حبوب اه لا يعني بس ممكن اللي هو يعني يبقى فيه اه النظرة اه اه مبسوص لكم في الاكل فخلي بالكم كتير تعرف ان النظرة لو حد بصلك في اكلك او بصلك في حاجة ممكن ان هو بيبقى بيئزيك اذا كتير قوي اعتبر سم قوي اه لان ده ممكن يتعبك جدا جدا لانه بيسمى كده نوع من انواع الطاقة السلبية اللي بتتصدر لك وبتبقى انت بلعتها كمان مش ضروري فاهمك اكتر من كبسية حاجة سلبية انا امتال ان انتو في امتوع ووصلوا لكم اللي انا عايزة اقوله او اوضحه يعني طيب خلينا نحنا نكمل كمان من اكتر اشياء اللي انت منتظرها وبقدر عالي جدا انت منتظر دعم منتظر حد يدعمك منتظر حد يقولك طب يلا كامل وانا في ظهرك كامل وانا هسندك وانا هساعدك كامل وانا مش عارف ايه عارف انت الجو ده يعني عندك حاجة متعلقة بدا جدا منتظر حد ان هو يبقى معاك منتظر مكلمة منتظر اتصال ليه علاقة بيه ان حد عايز يقرب منك منتظر ان حد يجر يجوء عارف فكرة جرجارة الكلام انا فلان بس لو جرجارني في الكلام كده هتلاقيني ان انا بقى يعني مستني حد يقولك كلمة عارف كأنك مستني حد ينكشك او ينكشك سواء بقى في كلمة فامر عاطفي فامر مهني فامر يخص اصدقاء فحاجة لها علاقة بدعم فحاجة لها علاقة بيه ان انت تقدر تاخد الخطوة التطورية لنفسك جدا فدي نقطة جدا موجودة عندك يا برج العرب وبشكل جدا قوي اللي هو انتظار دعم انتظار اتصال انتظار حد يبقى بيقولك كلمة تحسي لو هبا ثقت في نفسي رجعتلي هي الله انتظار بسرعة فعندك ده جدا يعني النقطة دي موجودة كتير فاذا عندك اجواء كبيرة جدا ليها علاقة بانتظار حاجات كتير يفكر فيها يمكن يكون من اكتر ابراج اللي بيفكروا ودماغهم شغالة 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 برج العقرب وهو فيه ابراج تانية بس انت برضو من ضمن المجموعة الاعلى في ان انا اعمل افكر ومنتظر حاجات كتير والان من حاجات كتير فبالتالي تفكيرك بيزيد اكثر مش عايز اطول عليكم اكتر من كده ولكن انا بتمنى كتير ان انا اكون فتكم ونكون فهمنا طبيعة الدماغ بتاعتنا خلال شهر مارس اكتر بتمنى ان انا اكون فتكم وراتب تنسوش اللعك وشراك في قناة تفعيل الجرس اشتركوا في القناة